هناك خمس قرارات لمجلس إدارة النادي الأهلي الخمس قرارات دي ما فيش أي حاجة حصلت بعد الخمس قرارات اللي حصل بعد الخمس قرارات إن اتحاد كرة القدم من خلال لجنة المسابقات أعلن أن الدوري أو جدوى للدوري كما هو وأنه تم تأجيل مباراة النادي الأهلي ونادي المقاولون العرب لما بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية وبالتالي ده بالنسبة لموقف اتحاد كرة القدم موقف النادي الأهلي هو الخمس قرارات اللي موجودة او اللي حضراتكم عارفينه خمس قرارات اللي انا قلتهم لحضراتكم فيه بداية كلامي في هذه الحلقة هما دول القرارات اللي احنا ده الاساس اللي احنا ماشيين عليه وبالتالي احنا ما عندناش موضوع ما عندناش موضوع الموضوع بالنسبة لنا هو عندنا خمس قرارات طلعت من مجلس الادارة وبالتالي الخمس قرارات دي حينفزها مجلس الادارة لحين صدور قرارات اخرى او لحين حدوث شيء اخر ايه اللي هيحصل محدش عارف محدش يعرف النهاردة ايه اللي حيحصل بالمناسبة النهاردة كان النادي الاهلي عامل في طار جماعي كبير جدا جدا وحضره فوق ال700-800-1 الحقيقة النهاردة 700-800 شخصية من الشخصيات المميزة والجميلة جدا في عالم الرياضة في مصر حضر كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي كل اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي كانوا موجودين الاستاذ العمري فاروق نائب الرئيس الاستاذ خالد الدرندري عمي pants sandu quo عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد مرتاجي وزير خارجية النادي الاهلي وعضو مجلس ادارة النادي الاهلي في هذا المجلس وزي براهيم الكافراوي كل المجموعة الحقيقة كانت موجودة كل اعضاء مجلس الادارة كانوا متوجدين النهاردة في هذا الفطار الجماعي اللي عملوا النادي الاهلي ايضا كان الوزير دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة كان موجود وايضا كان موجود المستشار احمد الزند طبعا واحد من ابرز في عالم القضاء والمستشارين الأجلاء اللي بالنسبة لنا موجودين كان النهاردة موجود وحضر شخصيات كبيرة جدا وكثيرة جدا النهاردة في النادي الأهلي اندلت تدل على أن النادي الأهلي هو دائما بيجمع الناس الناس كلها كانت موجودة الحقيقة النهاردة كابتن أحمد شوبرنايب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من ثاني كان موجود الأستاذ محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن كل الناس كانت موجودة النهاردة الأستاذ دكتور محمد العدل كان موجود النهاردة رئيس قناة النادي الأهلي كل أعضاء أو كل العاملين في قناة النادي الأهلي كانوا موجودين وكل المدعين كانوا موجودين تقريبا كل العاملين في النادي الأهلي كانوا متواجدين كل الصحفيين ورؤساء الأقسام الرياضية في كل المجلات وفي كل الجرائد المصرية والمواقع المصرية كانوا موجودين النهاردة في هذه الحفلة الكبيرة جدا لحفلة إفطارة عملها النادي الأهلي النهاردة كثير من الإعلاميين الحقيقة اللي كانوا موجودين الإعلامي والإبراش الإعلامي تامر أمين كثير من الإعلاميين اللي كانوا متواجدين النهاردة في الحفلة كلهم كانوا موجودين وكلهم كانوا كابتر إبراهيم فايق كان موجود النهاردة مجموعة كبيرة جدا من الإعلاميين كريم خطاب هني حتحوت شفت ناس كتيرة جدا النهاردة كانوا متواجدين نادي الأهلي النهاردة جمع الوسط الرياضي كله في الصالة المغطال اللي في النادي الأهلي وكان في صدار جماعي وكان كل الناس موجودة الحقيقة وكان حاجة كده قيمة وكابتن محمود الخطيب استقبل الجميع من على باب الصالة قبل أذان صلاة المغرب وقبل الإفطار وكان حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة السيد شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم النادي الأهلي هو اللي قدم النهاردة كلمة الكابتن محمود الخطيب ومن بعدها كانت كلمة الوزير دكتور أشرف صبح وكلمة المستشار أحمد الزند كل واحد فيهم قال كلمة ورحب بالضيوف ورحب باللي موجودين الحقيقة كان النهاردة يوم عائلي جميل جدا عائلة النادي الأهلي كلها والعائلة الرياضية بالكامل كانت النهاردة موجودة داخل النادي الأهلي وداخل عائلة النادي الأهلي كان يوم جميل جدا نتمنى الحقيقة إن الوسط الرياضي تسودوا هذه المحبة اللي أنا شفتها النهاردة تسودوا اللي بيحصل النهاردة ده أو اللي حصل النهاردة في النادي الأهلي ده شيء رائع وشيء جيد جدا النهاردة أيضا المدير التنفيذي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي اللي نادي الأهلي كان متواجد الحقيقة وكان موجود من الساعة 10 الصبح بيشرف على كل الأمور الخاصة بفطار الجماعي النهاردة اللي كان موجود كان فطار رائع الحقيقة وانتهى بنجاح كبير وبنجاح باهر بعدها كابتن محمود الخطيب راح يصلي العيشة وبعد كده راح أعتقد أن هم هيعودوا مع بعض كمجلس إدارة قاعدة والدية مش عارف حيبان خلال الأيام القادمة أو خلال الساعات القادمة هل في شيء حصل أو في شيء ما حصلش ده حيبان خلال الفترة القادمة لم يتحدث أحد على قرارات لجنة المسابقات الحقيقة كلنا كنا قاعدين بنتكلم في نادي الأهلي وماذا سيفعل نادي الأهلي خلال الفترة القادمة عموما كان فطار جماعي رائع جدا 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 كان كل الناس اللي الواحد ما شافهاش بقاله فترات طويلة جدا جدا كانوا موجودين النهاردة في هذا الاجتماع أو في هذا الإفطار الجماعي اللي كان عامله النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي كل أعضاء مجلس إدارة النادي كانوا موجودين أعضاء الجامعة العمومية كانوا أيضا متواجدين في النادي حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة يعني حابب أن أنا أقول على هذا الفطار لأنه كان مجمع الواحد هو قاعد كده عمال يفكر يقول طب هو الوسط الرياضي طالما بهذا الرقي وبهذا الجمال إيه اللي بيحصل؟ هو فيه إيه؟ هو فيه إيه؟ خدوا بالحضراتكم ودي حاجة مهمة جدا أنا عايز أتكلم فيها معاكم شكرا